المشهد الإعلامي المشهد الإعلامي لرجل هبة لا مثيل لها تتدرج ما بين السلطة المفرطة وما بين المهنية العالية هو حرص قد يفهم عند البعض على أنها سلطوية لكنها عند المهنيين أيضا هو حرص على أن تبقى هذه المهنية في أحسن صورها هذا كان حرصه الدائم تحسه من خلال كلماته من خلال الأوامر إن صح التعبير التي كان يصدرها صحيح هذا الجانب ولكنك إن رأيت في هذه الأوامر الأهداف التي تتحقق وبعناية والنتيجة كانت دائما نتائج تحصدها مرضية يمكن أن تقول أرضى بهذه الأوامر بيخ كازلتا كان مديرا كما قلت ولكنه في نفس الآن كان متواضعا جدا مع كل الفئات في الإذاعة وفي المحطة تجده صباحا يسلم على بواب بمدخل الإذاعة يحدث أيضا حتى سيدات النظافة يحدثهم عن حياتهم وأسريتهم عندما يلتقيك وأنت صحفي في أرويقة الإذاعة يسألك هكذا عن تقرير سمعه أو عن حتى النتائج التي حققتها أنا في حينها كنت انتقلت إلى أحدى البرامج للإهداءات البرنامج بيت الصداقة في حينها استوقفني في إحدى المرات بأرويقة الإذاعة قائدا إني جد راض عن ما تقدمناه في هذا البطنامج رغم أنني أنا بالنسبة لي أحدثك بكل أمانة يا مونير مهنيا بيت الصداقة يعني كصحفية لم يقدم لي أشياء الكثير بما قدر ما اعتبرته أنا يعني موت بطيئا لمهنيات لأنه برنامج من فلان إلى فلان أتحدث لك عن صوت الصحفي بالحين أنه رغم نسبة متابعته العالية والعالية جدا وهذا ما أشهر إليه بيخ كزلت عندما قال لي أنا جد راض عن ما تقدمناه لأنه نسبة الإيميلات التي كانت تصن في رسائل تضاعفت ثلاث مرات إلى أربع مرات على حد ما قاله لي وبالتالي كان يقدر حقيقة جهود الفرد عندما يقابله يهنئه وهذا أمر يحسب لهذا الرجل عندما تفعل شيئا جيدا يقابلك يهنئك بكل تواضع ويقول لك واصل أني راض عنك هذا هو المدير الذي بقي في مخيذتي أحيانا عندما نكونه نعمل نسأل فقط عن المكافأة المالية في حين أن الرجل كان فيه هذا الجانب الإنساني على قدر ما كان يعتبه البعض على الصرامة وقساوته لكنها قساوة أنا أراها من منطق آخر أنك إذا أردت أن تكون متميزا عليك أن تشد إلى حد ما الحبلة والوثاق من أجل أن تحظى بنتيجة مرضية الكلمات لا تسعني بأن أقول كثير من يومياتي هذا الرجل على هذه السنوات التي عرفته فيها عن كثب قد نختلف معه وقد نوافقه في بعض الأراء حال الدنيا هكذا لكنه يبقى رجلا مهنيا متميزا يعني كان يرجع لها الفضل في إدارة هذه المؤسسة الرائدة في المشهد الإعلامي السمعي ليس فقط المغربي ولكن المغاربي ترجمة نانسي قنقر